السلام عليكم. اليوم اه احبيتم نعلق على واحد الخبر اه اه اني مصدوم له. يعني اه استغربه كثيرا. هو سفر اه لعب فريق الوطني شام بوداوي مع فريق هانيس الى اسرائيل. وهي اه انسان هذيا هل اه يتعمد ذلك ام اه 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 يدير يعني اه ما عنا بالوش ما وش عارف. المفروض اه يكون على باله وراها كبير يستاماجر يكون على باله بلي اه لا توجد علاقة ديبلوماسية بين جزائر واسرائيل. یعني ما يقدرش ي也 اه يروح الدولة معناش معناش علاقة معناش علاقة ديبلوماسية معه بال Bagh席 الجزائري. انا مرانش اه ضد الياهودي وله. لكن اه بما ان ما فيش علاقات. ما يقدرش يروح بالي جو السافر ديها الجزائر يروح الاسرائيل. يعني الأشطر والمنطق كان هو قبل ما يأخذ القرار باش يسافر مع الفارق انتاعه كان على الأقل يروح يطلب للسفارة انت على الجزائر ولا يطلب النصيحة ولا يطلب المعلومة ولا يشاور كما نقول احنا يشاور قبل ما يروح للخطوة هذيك لان حتى ولو هو كان حب ومكاش مشكيل يعني لكن بما ان يعني في الوقت الراهن ما عندناش علاقة ديبروماسية مع هذه الدولة فاذن يعني الخطوة هذي راح تجلب له مشاكل كبيرة مع السلوطات الجزائرية ومستقبل له مع الفارق الوطني والله كان بالنزاف الناس ما يفرقوش يعني دوك نتكلم عن المشكلة بصفة عامة يعني الناس ما يفرقش بين يهود واسرائيل المشكلة مش مع الياهود بما ان هناك يهود يجوا للجزائر ما كيش مشكل فالمهم ما تكونش بجواز سافر تاع اسرائيل هذا ما كان هي القضية قضية ديبروماسية بايش قضية قال نكران لهذا الشعب لكن بما ان المشكلة ما زال متروح في الشرق الاوسط وكان مقاطعة الجزائر سينية وعلى مقاطعة تاع هذه الدولة فإذن في إطار المقاطعة في إطار الاتفاقيات لأبرمت مع الدولة العربية وحتى ولو اليوم الاتفاقيات ما بقتش عندها يعني معنى في ظل التطورات الأخيرة لكن طالما ان ليست هناك علاقات ديبروماسية بين الجزائر وهذه الدولة المفروض ما يروحش بالجواز سافر الجزائري يروح لإسرائيل يعني هذا الأمر من طرف اللعب إيشان بوداوي غير مفهوم ويبقى السؤال المطروح والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر